تستمر وطيرة التظاهرات في المحافظات العراقية وتدخل أسبوعها الخامس على التواري للمطالبة بتوفير خدمات كالماء والكهرباء وتوفير فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي محاسبة الفاسدين الذين سرقوا المال العام واستقرارات حكومية يراها بعض المراقبون بأنها إجراءات تخديرية للمتظاهرين نتيجة القرارات التي صدرت خلال فترة تظاهرات السابقة ولم تنفذ لغاية الآن حيث شهدت محافظة البصرة التي تعتبر أولى المحافظات العراقية التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية تظاهر خاشدة انطلقت من منطقة الجسر الأحمر باتجاه مجلس المحافظة بمشاركة واسعة من مكونات المجتمع البصري للمطالبة بحقوقهم المشروعة وسط تأكيدات من قبل أهالي المحافظة باستمرار التظاهرات لغاية تحقيق مطالبهم وعلى خلفية تلك التظاهرات رجح مراقبون للشأن السياسي إن الكتل السياسية لم تعلن موقفا جديا من التظاهرات والاحتجاجات إلا بيانات خجولة لتأييد مطالبها وكأن هذه الكتل ليس جزءا فاعلا من المشهد السياسي وأن الكثير من قياداتها هي من تصدت لمناصب العليا في البلاد طوال خمسة عشر عاما ويبدو إن مشهد التظاهرات في المحافظات العراقية سيتحول إلى احتصامات إذ لم تستجيب الحكومة لمطالب المتظاهرين من بغداد سقر منذر WTV